لا تزال المعارك مستمرة داخل مدينة الرقة حيث تحقق قوات سوريا الديمقراطية تقدما ملحوظا في تضييق الخناق أكثر على التنظيم داخل المدينة ومع استمرار المعارك عززت قوات سوريا الديمقراطية جبهات القتال حيث وصل نحو ألف مقاتل إلى الجبهة الشرقية والغربية لمدينة الرقة بعد معارك قوية تمكنها خلالها قوات سوريا الديمقراطية تمكنت خلالها من تحرير أحياء داخل مدينة ومناطق استراتيجية في معركة تحرير الرقة بشمال سوريا